عبر الهاتف من أبها معي دكتور محمد الزلفة عضو مجلس شورى السعودي السابق لم ينزع سلاحه حزب الله هل ممكن أن يقوم بهذا يوما من الأيام؟ أنا أتركد أنه من ضروري جدا أن تنزع كل الأسلحة من المنظمات الإرهابية وكل هسف إيران أفرزت منظمات إرهابية حزب الله في لبنان الحوثين في اليمن أيضا حزاب طائفية في العراق مليشيات متعددة في سوريا أعتقد أن كل الأذرع التي تدور في الفلك الإيراني وعلى رأسها حزب الله لابد أن توضع لها حدود لأن حزب الله مثلا صادر حق الشعب اللبناني في تقرير مصيرة في حياته في اقتصاده في وجوده في منظومة العربية خلق الكثير من المشاكل ويهدد من يعارضه بقوة السلاح نعم كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع دكتور محمد؟ فرض العقوبات هذا أو هذا الموضوع سيشكل سابقة بكيفية فرض العقوبات المالية إلى أي درجة هنا نتحدث بشكل مباشر أو غير مباشر عن إيران؟ أنا أعتقد أن حديث الرئيس الأمريكي اليوم حديث واضح وصريح موجه إلى إيران والخطاء موجه إلى أدرع إيران في المنطقة القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في وضع قيود وعقوبات على حزب الله وعلى ما يقوم به حزب الله من أعمال تتنافى مع المبادئ الدولية تتنافى مع حقوق الإنسان تتغير مع كل القيم التي فطر على الإنسان وأيضا استباحت حق حكومة لبنان في أن تكون حكومة أو دولة له مكانته ليست اعترحمة حزب الله وسلاحة أنا أعتقد أن الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية على حزب الله لدرجة أنه أصبح أكبر متاجر بالمخدرات في العالم أغرق البلدان العربية بالمخدرات إضافة إلى تخويف حكومة لبنان وتخويف الآمنين في السورية وفي العراق وفي البحرين وفي اليمن بقوة السلاحة التي إيران لا تتوقف أن تمده بأشرس أنواع الأسلحة وبحجة أنه سيحارب إسرائيل ويحارب الشعوب العربية يحارب السوريين يحارب اليمنيين يحارب البحرينيين يحارب العراقيين إذن أنا أعتقد أن الآن المجتمع التولي تنبه تماما إلى مصادر الإرهاب التي أصبح لها عنوين واضحة إيران ومن ثم بكل أسف دولة عربية خليجية أصبحت ذراع قوي لتمريل الإرهاب وتمريل الإرهاب وهي قطر أعتقد المجتمع الدولي الآن على المسؤولية لمحاصرة الإرهاب أينما كان وتجريد المنظمات الإرهابية من أسلحتها والتضييق عليها ماليا والتضييق عليها سياسيا وتقوية حكومات الوقوف في وجه هذه العصابات الإرهابية المسلعة كل هذه المواضيع هذه الملفات بالفترة الأخيرة إلى أي درجة هي مرتبطة ببعض وبالتالي الفترة المقبلة كما يحدث من إجراءات كما قلنا من أمريكا اليوم سيكون مرتبط ببعضه عندما نتحدث عن قطر عندما نتحدث عن دعم الإرهاب عندما نتحدث عن هذا التصريح فيما يتعلق بحزب الله والممولين لأي جماعات إرهابية ليس فقط الفرض عقوبات على هذه الجماعات الإرهابية أو حصرها الممولين يعني جذور الإرهاب هذا إلى أي درجة كل هذه الملفات مرتبطة ببعضها مؤكد كل هذه الملفات مرتبطة ببعضها ولها مظلات واضحة ومعروفة إيران، كطر، الأخوان المسلمين المنتجين فيها أكثر من موقع وأزوى إيران مسلحة في المنطقة سواء في لبنان، في سوريا، في العراق، في البحرين، في اليمن لتصور الآن الرهان، رهان إيران وقطر أعتقد أنه الآن في على المحق تماما أنه ما رسوه على مدى عقدين من الزمن في حالات من التشرم العربي والفراغ العربي من الوقوف في وجه مثل هذه المنظمات وهذه العصابات المسلحة أعتقد الآن دماء انقطر في دائرة ضيقة الآن إيران الدور عليها دوليا المنظمات هذه كلها ستختفي باختفاء القواعد والحاضنات الأساسية نعم هؤلاء إيران ولا قطر ولا من على شاكلتهم فأعتقد أنه الآن دول المقاطعة لقطر المحاربة بالإرهاب هؤلاء عندهم الحرص والإرادة على التنظيف في الساحة العربية من كل مصادر الإرهاب وممول الإرهاب والقائم بالإرهاب هنا توجه جديد وعالم جديد نخلقه نحن العرب أولاً ومن ثم أيضاً معنا المجتمع الدولي الذي يقول أنه يحارب لها أنا أشكرك جزيلاً من أبها دكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً